بسم الله الرحمن الرحيم لازال حديث عن حكم صلاة الجماعة وهنا مسألة ذكرنا في المسألة السابقة أن حكم صلاة الجماعة واجب وجوبا عينيا على القول الراجع عند أهل العلم وذكرنا الأدلة على ذلك يأتي هنا مسألة فعلها في البيت هل فعلها في البيت يجوز ويغني عن فعلها في المسجد أم لابد أن يكون فعلها في المسجد هذه المسألة التي نتحدث عنها فهنا ذهب بعض أهل العلم أنه لو فعلها في بيته فإن ذلك جائز وأنه قد أدى الصلاة في جماعة استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت للأرض مسجداً وطهوراً فالأرض كلها مسجد والمقصود الجماعة ومدام أن الجماعة تحصل للإنسان في بيته فقد فعل الصلاة في جماعة ولكن في المسجد أفضل لكن لو فعلها في بيته فذلك جائز وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة أيضاً إذن هذا القول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم يخالف ما ذكرنا بأن صلاة الجماعة فرض عين فهنا قول أنها فرض كفاية وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وجاز لمن غيرهم أن يصلي في بيته جماعة وذهب آخرون إلا أنه يجف فعلها في المسجد على كل من تلزمه إذن هنا فعلها في البيت أم في المسجد ثلاث أقوال القول الأول أنه يجوز فعلها في البيت واستدلوا على ذلك بعموم وجعدة للأرض مسجداً وطفورة والمقصود هو حصول الجماعة وقد حصلت لكنهم قالوا في المسجد أفضل وذهب آخرون إلى أنه إذا قيمت الجماعة في المسجد فإن للغير أن يقيم الجماعة أو يصلي حتى منفرداً في بيته لأن الجماعة فرض كفاية فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وذهب آخرون إلى أنه يجف فعلها في المسجد على كل من تلزمه بمعنى أنه فرض عين على أن يأتي بها في المسجد وليس في غير المسجد فلو فعلها في البيت فإنها لا تسمى صلاة جماعة هذا هو القول الثالث الذين قالوا أنها فرض كفاية قالوا أنها من شعائر الإسلام الظاهرة وما دامت من شعائر الإسلام الظاهرة فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين مثلها مثل الأذان فإذا صل في المسجد من تقوم بهم الكفاية فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم هذا التوجيه أصحاب هذا القول الذين قالوا أنها تجف في المسجد استدلوا بما سبق أن ذكرنا من الأدلة بقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلافة تقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فقوله صلى الله عليه وسلم قوم يدل على أنهم جمع تحصل بهم الجماعة فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة فعلم من هذا أنه لا بد من شهود الجماعة في المسجد هذا وجه الاستدلال من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى قوم يدل على أنهم جمع كثير فلو أن الصلاة في البيت جماعة تغني عن صلاة المسجد جماعة لا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلوا في بيوتهم إلا أنهم لو أقاموا الصلاة في بيوتهم فلن أحرق عليهم بيوتهم لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق عليهم بيوتهم ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه لا بد من شهود صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في المسجد ولا غير المسجد قال ابن عثيمين وهذا هو القول الصحيح أنه يجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد وأنها لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم بل هم آثمون على تركهم المسجد وبالنسبة هل تصح الصلاة أم لا تصح قال الراجح أن الصلاة صحيحة لكنهم آثمون بترك المسجد مسألة الدوائر الحكومية أو الأماكن تجمع الناس في الشركات والمؤسسات وإذا كان هناك جمع كثير ولهم مصلى يصلون فيه هل يغني ذلك عن أن يصلوا في المسجد إذا كان المسجد قريب منهم هذا الجواب عن هذه المسألة إذا كان المسجد قريب ولا يتعطل العمل بخروجهم إلى المسجد فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أما إذا كان المسجد بعيد عنهم أو إذا خرجوا تعطلت الأعمال بأن تكون الدائرة مما يكثر عليها المراجعون وخدمات الناس تؤدى ففي هذه الحالة يصلون في مصلاهم وهذا أحفظ للعمل وأقوم وقد أدوا الصلاة على الوجه المطلوب حسب استطاعتهم ولم يخلوا بالالتزام الذي بين الموظف وبين هذه الدائرة أو بين هذه المؤسسة مسألة الصلاة في المسجد الأكثر جماعة الأفضل أن يذهب إلى المسجد الذي تكثر فيه الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله إذن كل ما كانت الجماعة أكثر كان ذلك أفضل وهذا عام فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن تصلي في الذي هو أكثر جماعة لكن إذا كان المسجد الأقل جماعة هو مسجد الحي الذي أنت فيه قال ابن عثيمين رحمه الله الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه حتى وإن كان أقل جماعة لأن ذلك يترتب عليه مصالح كثيرة ولأن هناك من كبار السن ومن الذين لا يستطيعون أن يذهبون إلى المساجد الأكثر من قد يتأثر بمثل هذا الشتات وبمثل ترك هذا المسجد فالأولى أن تصلي في المسجد الأقرب في حيك الذي تداوم عليه وحتى تستطيع أن تؤدي الصلاة جماعة باستمرار لأن إذا كان المسجد الأكثر جماعة أبعد فقد يؤدي ذلك إلى أنك تترك صلاة الجماعة مسألة الإمام في مسجد قبل إمامه الراتب بدون إذنه أو عذره يعني إذا أما إنسان في مسجد له إمام الراتب يعني إمام معين من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد دون أن يأذن له ودون أن يكون لهذا الإمام عذر في تركه للصلاة قالوا يحرم أن يأم الرجل في مسجد قبل إمامه الراتب يعني أن يأتي حتى ولو كان أكثر منه علما أو أكثر منه فقها فإنه يحرم عليه أن يأم في مسجده إلا بإذنه فإن هذا الإمام الراتب هو أحق الناس بالإمامة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل 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 إعادة ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه والإمام الراتب هو الأولى وهو الحق بهذه الإمامة فلا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه أو بعذر يعدر فيه هذا الإمام مسألة لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذر بدون إذن الإمام وليس له عذر الإمام في تركه هذا المسجد فصلى بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح الجواب قال العلماء في هذه المسألة قولان الأول أن الصلاة تصح مع الإثم يعني أن هذا الإمام الذي اقتات على الإمام الراتب وصلى بدون إذنه قالوا الصلاة تصح مع أنه يأثم على هذا التقدم دون إذن الإمام القول الثاني أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يعيدوا الصلاة والراجح هو القول الأول لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر أنها تحرم الصلاة بدون إذن الإمام أو بدون عذر منه في تركه للإمامة لما سبق من الحديث لا يؤمن الرجل الرجلة في سلطانه إلا بإذنه أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وأما صحة الصلاة فالأصل أن الصلاة صحيحة ولا نقول بفساد الصلاة إلا إذا قام دليل ولا دليل ولأن التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة لا إلى الصلاة ذاتها والمعنى الخارج عن الصلاة هو أنه هذا الإنسان تقدم على الإمام بدون إذنه على الإمام الراتب وتقدم على حق الليس له فيه حق تقدم على حق الإمام وليس له في ذلك حق فهنا نقول أن الصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة وإنما يبقى الإثم على الذي تقدم والذين أيضا قدموه على هذا الإمام الراتب والله أعلم وأحكم